نمر الآن إلى شرح التمرين الثاني A barge هذه هي البارج is pulled by two tugboats يعني تجذب باثنين قوارب صغار If the resulting of the forces exerted by the tugboats is five thousand newton يعني لو محصل القوة المطبقة من الثوجboats على البارج بتساوي خمسة آلاف نيوتن أفقية باتجاه ال-X أي محور البارج أيش المطلوب Determine the tension in each of the ropes يعني ما هو الشد T1 والشد T2 في الحبال واحد واثنين لما تكون الزاوية ألفا بتساوي خمسة واربعين درجة السؤال الثاني Determine the value of alpha كم رح تكون قيمة الزاوية ألفا لما تكون الشد في الحبل الثاني minimum عشان نجيب على السؤال الأول في طريقتين الطريقة الأولى هي The graphical solution by applying the parallelogram rule for the vector addition والطريقة الثانية هي باستعمل trigonometric solution by applying the law of sine But in the angle for minimum tension in rope 2 is determined by applying also the triangle rule I mean the law of sine and observing the effect of variation in alpha هات نبدأ هنا بالgraphical solution باستعمال parallelogram rule هنا لو عندي T1 و T2 والمحصل امتاحهم خمسة آلاف نيوتن أرسم متوازي أضلع T1 هذه نفسها بارسمها هنا و T2 هذه أرسم نفسها هنا هذه T2 وهذه T1 عموما لو عندي خطين متوازين مع خط متقاطع الزاوية هذه بتساوي نفس هذه الزاوية فال45 المعطات هنا اللي هي ألفة بتساوي نفسها هنا ونفس الشي بالنسبة للثلاثين اللي هي معطة في الثمانين بتساوي هذه الزاوية باستعمال نفس البرنسيبول هنا المطلوب مني أجيب قيمة T1 و T2 لو أنا عرفت الزوايا أقدر أرسم خط هنا على زاوية 45 درجة من خط الـ B اللي هو الخط الأفقي وارسم نفس الشي على زاوية 30 درجة الخط الثاني انتلاقا من B نقطة التقاطع هنا هي رح تحدد T1 و T2 فأخذ المسطرة بعدين وقيس T1 وقيس T2 أجيب كم تساوي بطريقة الجرافيكل بطريقة الرسم قيمة T1 اللي هي 3700 نيوتن وطير قيمة T2 2600 نيوتن نمر الآن إلى الطريقة الثانية trigonometric solution اللي بنستعمل فيها triangle rule with the law of signs هات نكتب مع بعض الآن قانون الصين T1 divided by sign 45 اللي هي زي ما تشوفوا هنا مقابلة لT1 بتساوي T2 هذه هي T2 على sign 30 درجة مقابلة لT2 بتشوفوا هنا متقابلين مع بعض بتساوي أيضا 5000 على sign 105 يمكن السؤال المطروح إزاي جبت 105 هذه عموما مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة لو طرحت منه 45 درجة وكمان طرحت منه 30 درجة هنا رح تحصل على 105 درجات حتى هنا كتبنا 5000 اللي هي تقسم على sign الزاوية المقابلة إلى هذه 5000 مقابلة للزاوية 105 بعدين أستعمل الجزء هذا عشان أحل به T2 وبعدين أستعمل الجزء هذا عشان أحل به T1 وزي ما تشوفوا هنا عندي أقدر أكتب معادلتين ومجهولين وأقدر أحل المسألة بسهولة تامة لو أخذ على سبيل المثال مثلا إزاي جبت T1 T1 بتساوي sign 45 يعني أخذ هذه وضحها فوق multiply it by 5000 divided by sign 105 لو عملت العملية الحسابية سأجد 1660 نيوتن بنفس الطريقة أجيب أيضا T2 نواصل الآن في شرح السؤال الثاني والمطلوب هو تحديد الزاوية التي ستعطينا أقل شد ممكن في الحبل الثاني يعني أنا عندي هنا شد T2 لما بيكون فيه مينموم رح تكون فيه زاوية هنا ألفة كم تساوي هذه الزاوية هذا المطلوب مننا طبعا لو عندي هذا هو المحصل 5000 على المحور الأفق X وهذا هو الشد T1 بهذا الاتجاه فرضيت T2 أما تكون كده أو كده أو كده فبالنسبة إلنا عشان تكون T2 مينموم لازم تكون عمودية على T1 لو بصت الرسمة برسمة جديدة هنا المثلث رح يعطيني 5000 هذا بالنسبة للمحصل T2 هنا وT1 هنا الزاوية الثلاثين هذه معطى من الأول فلو طرحت من 180 طرحت منها 30 درجة وبعدين طرحت منها 90 درجة رح تعطيني ألفة بتساوي 60 درجة لو عايز كمان قيمة T2 وT1 يكفي أنك تضرب 5000 في ساين 30 عشان تجيب بها T2 لأنه هنا T2 مقابلة للزاوية وهنا عشان تجد T1 تضرب 5000 في كوسين 30 عشان تجيب هنا T1 وهي مجاورة بالنسبة للزاوية 30 ونكون كده أجبنا على السؤال جبنا الألفا كم تساوي والT1 كم تساوي والT2 كم تساوي وبالنسبة إن 2500 هي minimum value of T2 وهي شد في الروب الثاني